عدى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في وقت سابق من هذا اليوم إلى الدوحة قادمة من الكويت التي بدأ منها جولته الخليجية في محاولة لإنهاء الأزمة القطرية المستمرة منذ نحو شهر بعد أن أبلغته الدول الداعية لمكافحة الهراب رفضها الحلول المؤقتة مع الدوحة وكان تيلرسون قد أجرى أمس في مدينة جدة سلسلة مباحثات حول الأزمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الأربع حيث أبدت الأخيرة تمسكها بضرورة وقف قطر دعم الإرهاب وتمويله وقال المتحدث باسم الوزراء آر سي هايموند أن تيلرسون أطلع أمير قطر على نتائج محادثاته في جدة